مشاهدين أصعد الله أوقاتكم بكل خير تستمر الأجواء مستقرة وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها حتى يوم الاثنين وأيضا يوم الثلاثاء لكن الثلاثاء يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة وهي بداية لانخفاض تدريجي على درجات الحرارة وأيام الأربعة والخميس والجمعة بإذن الله ستتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة بإذن الله مشاهدين فاصل ونواصل قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاهل غزلين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ بالأحوال الجوية يوما بعد يوم نبدأ بيوم الأحد يوم الأحد تستمر الأجواء مستقرة تبقى درجات الحرارة أعلى المعدلات في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية الحرارة المتوقعة يوم الأحد في المناطق الشمالية 21 والصغرى 12 المرتفعات الوسطى 18 إلى 10 والمرتفعات الجنوبية 16 إلى 8 والأغوار 29 إلى 16 وخليج العقبة 28 إلى 16 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 5 والبادية الشرقية 18 إلى 5 درجات مئوية يوم الأثنين أيضا تبقى الأجواء مشمسة لطيفة في النهار مستقرة تبقى درجات الحرارة أعلى المعدلات في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 21-12 المرتفعات الوسطى 18 إلى 9 والمرتفعات الجنوبية 16 إلى 7 أجواء تميل قليلا إلى البرود بالليل والأغوار 28 إلى 15 وخليج العقبة 27 إلى 15 والبادية الجنوبية الشرقية 18 إلى 17 والبادية الشرقية 18 إلى 6 درجات مئوية أجواء باردة نسبيا في الليل خاصة في المناطق الصهراوية يوم الثلاثاء إن شاء الله اعتبارا يوم الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي لكن يوم الثلاثاء تبقى أعلى من معدلاتها تكون الأجواء تقريبا مستقرة وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل ما بين بحدود درجتين إلى ثلاث درجات مئوية العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 19 والصغرى 10 المرتفعات الوسطى 16 إلى 8 والمرتفعات الجنوبية 13 إلى 6 أيضا يوم الثلاثاء الأجواء أثناء الليل باردة نسبيا والأغوار 26 إلى 14 درجة مئوية وخليج العقبة 15 إلى 12 والبادية الجنوبية الشرقية 19 إلى 6 درجات وأيضا البادية الشرقية 19 إلى 7 درجات مئوية يوم الأربعاء إن شاء الله تتأثر المملكة الأربعاء والخميس والجمعة بكتلة هوائية باردة نسبيا مصاحبة لمنخفض جو ضحل أي ضعيف موجود في شرق البحر المتوسط يؤدي إلى ظهور السحب على ارتفاعات منخفضة انخفاض ملموس على ارتفاعات مختلفة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة وفي فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر خاصة في المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية وأيضا تكون درجات الحرارة يوم الأربعاء أقل من معدلاتها في المناطق الشمالية 17-9 في المرتفعات الوسطى 13 إلى 7 في حين أن معدل عظمى هي 14 إلى 6 درجات يعني أقل من المعدل بقليل المرتفعات الجنوبية 10 إلى 4 والأغوار 23 إلى 12 درجة مئوية خليج العقبة 22 إلى 11 والبادية الجنوبية الشرقية 16 إلى 3 أجواء باردة ليلا وفي البادية الشرقية 18 إلى 6 درجات مئوية أيضا بحب أشير هنا إلى أن يوم الخميس يصادف الانقلاب الشتوي يعني بداية فصل الشتاء فلكيا يعني تكون الشمس عمودية على مدار الجدي جنوب خط الاستواء 23 درجة ونصف وبالتالي بيكون بداية فصل الشتاء إن شاء الله يوم الخميس القادم يبدأ الانقلاب الشتوي في الساعة 12.47 صباحا أي وحدة إلا 13 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة أول أربعين يوم هي أربعينية الشتاء هو الجزء الأبرد من فصل الشتاء وتقريبا يحطل ما يعادل 30% من الأمطار في هذا الموسم أو في فترة أربعينية الشتاء وأيضا خمسين يوم اللي هي تقسم إلى أربعة أقسام سعد الدابح وسعد إبلع وسعد السعود وسعد الخبايا وبتستمر حتى 21 آذار أو مارس المقبل وأيضا في هذا اليوم يوم الانقلاب الشتوي تكون عدد ساعات النهار أقل ما يمكن يعني بحدود تقريبا عشر ساعات وأطول ليل يعني أقصر نهار وأطول ليل الليل بيكون بحدود تقريبا 14 ساعة والأجواء المتوقعة يوم الخميس اللي هو بداية أربعينية الشتاء بداية فصل الشتاء فلكيا تصبح الأجواء إن شاء الله باردة نسبيا غائمة جزئيا أيضا فيه فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر وبتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 16 والصغرى 10 المرتفعات الوسطى 12 إلى 7 والمرتفعات الجنوبية 9 إلى 4 والأغوار 21 إلى 11 درجة مئوية الخليج العقبة 20 إلى 12 درجة مئوية والبادية الجنوبية الشرقية 13 إلى 5 والبادية الشرقية 15 إلى 5 درجات إذن أي أو بداية أربعينية الشتاء وحصل الشتاء أجواء باردة وغائمة وإن شاء الله ستكون ماطرة وكذلك يوم الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا باردة ليلا مع سقوط زخات متفرقة من المطر في مؤظم مناطق المملكة المناطق الشمالية 15 إلى 9 المناطق الوسطى 11 إلى 6 درجات والمناطق الجنوبية 8 إلى 4 الأغوار 20 إلى 10 وخليج العقبة 19 إلى 12 درجة مئوية مع أيضا فرصة لسقوط بعض الأمطار واحتمال المطر في معظم مناطق المملكة البادية الجنوبية الشرقية 11 إلى 5 والبادية الشرقية 14 إلى 6 مع احتمال زخات متفرقة من المطر مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر